مطلع بركاته النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 5 unit 1 algebra middle 1 order of mathematical operations. تمام? احنا عندنا 2 examples. 1 example بس 2 ways of solution. هنا عندنا 3 plus 4 multiply 2. وهنا 3 plus 4 multiply 2. في واحدة منهم اتعمل لها الكالكوليشن على اساس ان هي 3. عملنا 4 multiply 2 8. بعد كده عملنا add لل3 وال8. فبقوا الresult بقى 11. وفي الway الثانية ان احنا عملنا addition الاول لل3 وال4 بقى 7. بعد كده عملنا multiply 2 equal 40. في حد حسابها كده وفي حد حسابها كده. طب مين فيهم اللي صح. علشان لو فيه كذا operation في نفس الكالكوليشن احنا دايما addition والsubtraction مع بعض. مع بعض في اي كالكوليشن. اول حاجة دايما بنعملها multiplication والdivision. بس اه بالترتيب من على حسب اللي يجي الاول منهم. يعني الpriority الاول بس اللي بيجي منهم الاول على بعد كما نعمل multiplication اول division. بنعمل addition اول subtraction بالترتيب باللي بيجي منهم برضو من ناحية left side في الكالكوليشن. تمام? زي ايه? زي هنا بالضبط لما عمل الاول multiplication الاول بقت eight. بعد كده عمل addition three plus eight equal eleven. يبقى هي دي الطريقة الصحيحة اللي احنا نعمل بيها calculation. طب لو عندي parenthesis لو عندي bracket او parenthesis تمام? او لو عندي power هعمل ايه? الorder ان انا هعمل الاول هعمل evaluate للpower. يعني ايه? evaluate للpower. يعني هجيب value بتاعت الباور الاول. بعد كده هعمل multiplication او division in order from left to right. بعد كده هعمل addition and subtraction in order from left to right. يبقى الاول لو او 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 بتاعنا فيها power. يبقى حامل الاول evaluate للpower. بعد كده هعمل multiplication او division. وبعد كده هعمل addition او subtraction. طب لو فيه parenthesis في الموضوع او bracket فيبقى حامل evaluate الاول للكالكليشنز اللي جوه. parenthesis او البراكتز بنفس الطريقة ان انا هعمل برضو نفس الحكاية لو جوه عندنا فيه اه power. هيتعمل evaluate للpower. لو فيه multiplication او division يهو اللي يتعمل الاول بالترسيب من left side. لو فيه addition او subtraction برضو يتعمل جوه جوه parenthesis. بعد كده بيتعمل ال result بتاع parenthesis وبنشوف بقى بقية الكالكليشن نعمل evaluate للpowers وبعد كده هنعمل multiplication وال division. بعد كده هنعمل addition او subtraction. نشوف اكزامبل عندي three plus six multiply بعدين bracket five plus four بعد كده close bracket divided by three minus seven. حاجة هنا الاول انا عندي هنا parenthesis لازم اعمل الكالكليشن بتاعها الاول. فهنيجي نكتب الكالكليشن من left right three plus six multiply والresult بتاع اللي هو five plus four اللي هو nine. بعد كده divided by three. هحطها بعد كده minus seven. بعد كده اللي بقى ال order التاني فيه power هنا لأ مافيش power. فيه multiplication. هعمل المultiplication اللي هو six multiply nine. هحطها اللي هي fifty four. بعد كده فيه division. الترتيبة هو كان فيه multiplication. بعدين فيه division. لو فيه division الاول هعمل division الاول بعدين المultiplication. طيب هنا fifty four divided by three. هي دي اللي هتتعمل في الاستاب اللي بعدها division. fifty four divided by three فيها ال eighteen. بعد كده من left to right فيه هنا ال addition الاول هعمل addition اللي هو twenty one. بعد كده subtraction minus seven هعمل twenty one minus seven فبقى ال fourteen. تمام? طيب example التاني نفس الحكاية هعمل parenthesis الاول eight minus three equal five. تمام? بعد كده هشوف ال division هنا الترتيب. اه ده subtraction لا مش هو الاول. اه فيه division هنا ايبه هعمل division الاول five divided by five فيها ال one. بعد كده فيه multiplication هعمل multiplication one multiply two فيها ال two. بعد كده هنا فيه subtraction الاول هعمله seven nine minus two equal seven. بعد كده addition هعمل seven plus six فيها thirteen. تمام? طيب. ده كده بالنسبة لل order. طيب لو فيه two parenthesis هعمل parenthesis الصغير الاول. وبعدين اعمل parenthesis الكبير. وبعد كده اشوف بقى بتاع multiplication وال division وال subtraction وكده. تمام? طيب. لو فيه حاجة فيها power مع بعض. خلاص. حاجة اعمل الاول هنا زي هنا مثلا two plus three. وفيه parenthesis exterior parenthesis five plus. بعدين interior parenthesis four minus one. ال all power two. وحقفل ال parenthesis بتاعي. الاول حاجة اعمل evaluate لل operation اللي جوه ال parenthesis الانتيرياري parenthesis اللي هي four minus one. هتبقى three. وباور two. بعد كده حاجة اعمل evaluate للpower اللي جوه ال parenthesis بتاعي. three power two equal nine. بعد كده هعمل ال parenthesis بتاعي اللي هو five plus nine equal fourteen. ومعنى ان three وجنبيها ال parenthesis او ال bracket ان هي multiply. هتبقى two plus three multiply fourteen. وبعد كده حاجة اعمل المultiplication الاول. three multiply fourteen اللي هي forty two. بعد كده هعمل ال additional اللي هي two plus forty two اللي هي equal forty four. تمام? نفس الحكاية في الاكزامبل التاني. حاجة الاول اعمل جوه ال bracket او ال parenthesis بتاعي ال power. بعد كده هنا في power وهنا في power. هعمل ال power جوه ال bracket ده. وال power جوه ال bracket ده. بعد كده هحل كل bracket. nine plus one equal ten. وهنا eight minus two equal six. بعد كده هعمل ال subtraction اللي هو ال parenthesis. بعد كده المultiplication اللي هو ten minus six في الفور. بعد كده three multiply four equal twelve. تمام? طيب. لو عندي حاجة زي division. زي الفراكشن. زي مثلا thirty six minus six. over three plus twelve. حاجة اعمل ال numerator. اشوف ال calculation اللي على ال numerator الاول اخلصها. واشوف ال calculation اللي على ال denominator الاول اخلصها بنفس ال ordering ونفس الترتيب اللي احنا بنعمله. زي هنا. thirty six minus six equal thirty. three plus twelve equal fifteen. بعد كده هعمل ال division اللي هو ال numerator على ال denominator اللي هو thirty over fifteen equal two. طيب لو عندي في ال numerator هعمل نفس الترتيب. هجيب ال evaluation بتاع ال bracket الاول او ال parenthesis بتاعي. بعد كده هعمل ال calculation اللي على ال numerator. وهو تحت فيه هنا power. هعمل evaluate للpower الاول. وبعد كده هعمل multiplication. وبعد كده هعمل ordering بتاع ال subtraction فوق. وفي subtraction تحت. هعملها هتطلع ten over five اللي هي equal two. تمام? طب لو هي محطوطة في النص بقى كأنها دي. هعمل ايه? هعمل نفس الحكاية. هجيب الاول ال evaluation بتاع بتاع ال denominator. وال evaluation بتاع ال denominator. واخلصهم اللي هي fourteen over seven اللي هي two. واجيب هنا evaluate بتاع ال power. واجمعه. اللي هي هتبقى eight plus two equal ten. بعد كده هبتدي بقى اه. هنا مين اللي هيتعمل الاول? division number one. بعد كده مين اللي هيتعمل? seven plus four equal eleven. بعد كده مين اللي هيتعمل? eleven minus ten equal one. وهكزا. يا رب يكون سهل وقدرنا ان احنا نفهم.